الإحرام نية الدخول في حرمات الحج والعمرة وهو ركن للنسك وفيه استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك والميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به وكما أن للحج مواقيت زمانية لا ينعقد الحج إلا فيها فكذلك له مواقيت مكانية يحرم منها أو مما يحاذيها من مر عليها قاصدا الحج سواء كان من أهلها أم لا ومن كان بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه وأهل مكة يحرمون منها للحج فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت ثم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاته دون إحرام ومن جاوز الميقات وجب عليه العود إليه والإحرام منه فإن لم يرجع وجب عليه دم لترك واجب ويجوز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة والأفضل من الميقات وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل ومن يمر بميقاتين فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى الآن أبيار علي في مشتهر الجحفة وهو ميقات أهل الشام ونصر والمغرب ويحرم الحجاج الآن من رابغ وتقع قبل الجحفة قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويسمى الآن السيل الكبير يلملم وهو ميقات أهل اليمن وتهامه ويسمى الآن السعدية ذات عرق وهو ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ويسمى الضريبة فاحرص على الإحرام من الميقات واحذر مجاوزته دون إحرام